أهلا بكم يا شباب أتمنى لكم تكونوا كلكم بخير النهاردة بنتكلم عن برنامج جديد وهو Live Portray Live Portray تقدر تدينه أي فيديو أنت صورته وتدينه أي صورة يعني تخلي هذا الفيديو على الصورة وياخد كل الرياكشن والملامع والصوت منها ويحاولها زي ما أنت شايف كده عشان ما تقولش عليكم يلا بنا نبدأ برنامج رجعنا تاني يا شباب النهاردة زي ما قلت لكم احنا بنتكلم عن نود موجودة هي ممكن تستخدمها لوحدها وممكن تستخدمها في Conf UI في لينك في الديسكريبشن هسيب لك ازاي تقدر تستخدم Live Portray تونلاين هتلاقي موجود اللينك وبالنسبة للطريقة بتاعت Conf UI هي اللي احنا هنقولها دلوقتي طيب بالنسبة لطريقة Conf UI المالطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا قبل ما نعمل اي حاجة قبل ما نعمل اي حاجة عشان عارف ان الموضوع دوت هيبقى مزعج للناس كتير لو انت عايز تستخدم الاداة دي بتضطر انك انت تتنزل Conf UI اللي هو ده حلو علشان تنزل Conf UI طبعا انا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن اللينك في الديسكريبشن ده في الفيديو بتاع ازاي تنزل Conf UI وازاي تنزل المودلز ازاي تعمل كل حاجة اللي هي تبقى Conf UI علشان ما عاش شعيد Conf UI تاني ويبقى انا كده ايه بطول في الحلقة ده بالنسبة للجزء الاولاني الجزء التاني لما تنزل Conf UI ممكن ما تلاقيش المانجر ده عشان الناس كتير بسألني في الموضوع ده اولا فكل اللي انت عليك تدخل هنا في السيرش وبتكتب Conf UI بتلاقي اول حاجة جات لك في الديسكريبشن عشان ما تدورش وما تتعبش نفسك خالص اول لما هتنزل هتدخل هنا هتلاقي ان في الطريقة بتاعة المانجر او ازاي تخلي المانجر اه شغال الموضوع سهل وبسيط جدا انت بتدخل هنا جوه Conf UI وبترجع باك دوت المفروض شكل Conf UI اول لما بتيجي تسطبه دي الفولترات اللي فيه بتدخل عند كاستوم نود فين كاستوم نود هنا بتدخل جوه كاستوم نود وبعد كده بتدوس كليك يمين وبترن تيرمينال زي ما احنا متعودين بنعمل على طول هيفتح لك التيرمينال قدامك هنا وهتقوم جاي داخل على الويب سايت وعاخل على جيت كلون وتقوم جاي واخد كوبي للكود دوت وداخل هنا على الكود وحطو كوبي وتدوس انتر بس هو موجود عندي مرة قبل كده فانا بش ايه بش هعمل الحوار ده تاني زي ما انت شايفه وبيقول لك ايه هتروح للمكان اهو Conf UI كاستوم نود تحط ده وتريستارت Conf UI بس كده دي كده الطريقة بتاعة الويندوز الطريقة اللي سألة خلاص عشان يبقى معاك المانجر كده احنا خلصنا المانجر وانت شفت الفيديو بتاعكم في OI نرجع بقى ندخل على اللينك التالت واللي هو Live Portrait ذات نفسه اول حاجة يا سيدي احنا بنعملها في Live Portrait احنا بنقوم جايين جايين عند الموديلز وعايزين ننزل الموديل فين الموديل ديت يا سيدي الموديل موجودة تحت بعد ما بتخلص الكلام ده كله تحت كلمة هنقوم جايين دايسين على اللينك دوت وبعد كده هنلاقي اللينك فتح لنا هاجين فيز موجود في شوية لينكات زي ما انت شايف كده دي الموديلز اللي احنا هنستخدمها هنحملهم كلهم جميل بعد ما تقوم جايين محمل الموديلز ديت هنقوم جايين داخلين على Conf UI هنا احنا بنخرج بقى من Custom Note ديت وندخل على موديلز بعد ما بندخل في الموديلز هنا هنلاقي عندنا Live Portrait ده بش هيبقى موجود فانت هتعمل New Folder وتسميه Live Portrait زي ما هو قايل لك هنا لو احنا دخلنا على الويبسايت هيقول لك انك انت لازم فين يا ربي هنا قالك اعمل مكان اسمه Live Portrait وحط جواه كل الموديلز دي فاحنا هنعمل كده عملنا فولدر اسمه Live Portrait هنا هتنرجع تاني عملنا فولدر اسمه Live Portrait تمام ومنجين حطين فيه كل الموديلز اللي احنا عملنا ده واللود يبقى احنا كده خلصنا من الخطوات دي كلها نيجي للخطوة اللي بسيطة جدا انت اول ما بتفتح Conf UI ماشي Conf UI بيبقى فاضي ما فوش اي حاجة بيبقى عامل كده فاحنا اول حاجة هنعملها هندوس على كلمة manager هنا وندوس على Custom Node Manager وانهم جايين دايسين في السرش هنا وجايبين كاتبين كلمة Live هتلاقي ظهر لك Live Portrait KJ هي KJ دي اللي احنا عايزينا تمام هاتهم جاي اعمل لها install انا عشان اعمل لها install already موجودة معايا بس همجانا ايه اعمل لها install بعد ما اعمل install هادوس restart هيجي لي هنا مربع يقولك دوس على كلمة restart وكده خلاص انت بقى معاك الportrait طيب الكلام ده الكلام اللي موجود هنا ده او هنا ده او هنا ده اجيبه منين سهلة جدا لو احنا دخلنا جوا البروجيكت هنا تمام ده البروجيكت بتاع GitHub لو احنا دخلنا هنا هنلاقي في حاجة اسمها example جوا دي هتلاقي موجود فيه التلاتة او التلاتة اللي تقدر حرفيا يعني انا دلوقتي عملت لهم ده تعال افتح انا اخد اخد كوبي هاي كوبي وافتحها واحدة كمان هو عندي اهو وهامسح كل حاجة خليه فاطي بس البما يفتح اهو هو هيحمل ايه اللي انا محمل منه امسح وخليه فاطي خالص اهو كده مفيش عندي اي حاجة خالص اهوم جاي دايس هنا وهوم جاي دايس على او ممكن ما عملش كل دوت اهوم جاي جاي في المكان اللي انا حطت فيه الملفات بتاعتي فين يا ربي اهوم هنا الورك فلو ده الورك فلو اللي انا عايزه واحد من التلاتة دول فانا ايه عندي فيديو وريل تايم وامج احنا دلوقتي هنجرب امج هاخده اهوم جاي حطه فورك فلو هنا بقى معي الورك فلو وهقول لكم ازاي نستخدمه خلاص كده يبقى انت عرفت اجيب الورك فلو ازاي كل التعكيدات دي انا مش عادة اقول لك ركب كده وراكب كده هو الراجل اللي عامل البلوجين مدينا كل حاجة جاهزة وبسيطة مش محتاجة اي تعكيد خلاص انت عملت الورك فلو انا هقفل ده بقى عشان اريدي فاتحها مرة عندك تلاتة وورك فلو زاي ما انا بقول لك عندك واحد امج وعندك واحد ريل تايم وعندك واحد فيديو لو انت دخلت عينة على الصفحة بتاعته هو بتاعت كومفي اي هتلاقيش رحلك التلاتة هنا في فيديوهات قال لك مثلا دوت ده الريل تايم الريل تايم دوت بياخد الكاميرا لو انت عندك ويب كام متوصلة او انت شغال من على لابتوب تقدر ياخد الكاميرا بتاعت اللابتوب ويبص على وشك وانريل تايم يبدأ يخلي الوش يتحرك لو انت عايز مثلا تاخد الاوت بود دوت وانت شغال بتعمل استريم او بتعمل حاجة ده اول جزء تاني جزء دوت انت بتديله صورة وبتديله مثال زي ما انت شايف هنا جدا هو بياخدوا الصورة والمثال وبيدمجهم مع بعض ويطلع لك الريزولت فدوت اميج توفيديو يبقى احنا عندنا ريل تايم توفيديو اميج توفيديو واخيرا فيديو توفيديو لو انت بصيت هنا هتلاقي ان هو اخد الملامح دي حطاه على فيديو زي ما انت شايف هنا من الماتريكس فهم جاي عامل الملامح دي على وش الناس لو انت جيت بصت كنا من قريب هتلاقي الملامح اللي موجودة بص عمالها متأثرة على الشخصيات اللي في الفيديو اوكي دول كده التلاتة وورك فلو تعال نبدأ باول واحدة فيهم اول واحدة فيهم سهلة وبسيطة جدا انا اول لما بقرب هنا انا اهم حاجة عندي لود ايميج دي ولود فيديو دول اهم اتنين ما بعد كده انا هقول لك كل حاجة بتعمل ايه دلوقتي انا اهم جاي مختار شوز فايل واهم جاي مختار صورة زي ما انا مختار هنا صورة دي وهنا دوس شوز فيديو واختار الفيديو اللي انا عايزه بعد ما انا بعمل الكلمتين دول المفروض انا بعملش حاجة تاني يعني لو انت مش عايز تعمل حاجة تاني خلاص انت كده مش تعمل حاجة تاني فاهم اصدي فانت دلوقتي عندك البرتريت اللي احنا بنعمله هو شغال بالسي بيو مش شغال جي بيو ماشي ده في حد ذاتها برضو بالنسبة للناس هيقول لك ده كويس ولكن فيه فيه طريقتين كم ادي طريقة واللي هو الانسايد فيس فاحنا بنستخدم الديفولت لانك دوت ما ينفعش تستخدمه تنزله على النت ودوت محتاج حواراته بتاع فاحنا هنستخدم الاساسي وده الديفولت اصلا لما تنزل الورك فلو هتلاقي ده الديفولت اللي شغال معاك بيشتغل بالسي بيو ممكن تشغله كودة اللي هو ال جي بيو او تورش جي بيو زي ما انت عايز بس هنستخدم السي بيو هو شغال سي بيو سريع جدا جدا اسرع حتى من ال جي بيو لان هي دي بروسيس بتحصل مش محتاجة آآ كارتشش امروتي جميل بعد ما هو بيخلص الكلام ده كله بيبدأ يقول لك حدد اللي موجود في في الموديل هنا ده بني ادم ولا انيمال فاحنا دلوقتي اللي معنا بني ادم بعد كده بيقول لك احنا هنقص الصورة الخمسمائة واثناشا هتسيبها زي ما هي لان هو مش متمرن على اكتر من كده بعد كده بتدخل في المسك المسك ده ده اللي حوالين المربع سوري اللي حوالين الشخصية فهو متكرر ان الحوالين الشخصية مربع وهو شغال كويس لو طلع معنا بويز او طلع في اي نقدر نحول المربع ده لدايرة او مثلس زي ما انت عايز جميل جدا يعني انت لو حولتها لدايرة هنا وانا قمت جاي هنا برضو هقول لك على النقطة دي تقدر هنا الفيديو دوت مسلا فلنفترض ان هو هو ما بيعملش غير مية تمانية وعشرين فريم جميل فافرد مسلا مية تمانية وعشرين فريم ده عشان يرايح على الجهاز عندك فانا خلصت اول مية تمانية وعشرين فريم وعايز اعمل مية تمانية وعشرين فريم اللي بعدهمiety ايه مية تمانية وعشرين هي كده هيسكيب اول مية وتمانية وعشرين فريم ويبدأ يعمل مية تمانية وعشرين فريم الجودات خلاص تمامكده دي النقطة دي فانرجع ثاني للصفر عشان مش عايز اغير الجزء ده واول حواريك in real time المفروض هوه بياخد وقتة قد ايه فهنا دلوقتي حولتها دايرة ودست كلمة κيو خلص الفيديو وخلص الفيديو وعمل الدايرة بتاعتنا ودخل على لايف بورتري بدأ زي ما انت شايف يبروسس الفريمات وهيدينا الريزولت اللي طلعت هنا لو انت شايف بص عند الرقبة هنا شايف دوت كده مربع تعال نشوف الدايرة هيبقى الموضوع عامل ازاي زي ما انت شايف كده في الدايرة هو عمل بص لقيت ان الدايرة حوالين بس الكتف هنا ما بقتش واخد الصورة كلها لو حاسس انه زي ما انت شايف بترجع ورا هنا عندك بتاع فين اهو الجرو ماسك وزبلور انت هنا بتاعه زيرو هو ما فوج تقدر تعلي شوية وتقدر تعلي نسبة البلور يعني انا ممكن اخلي خمسين وهو مجايم كامبر اللي اكسبيند العشرة مثلا واول لما دوس كيو بص شايف البلور بقى عامل ازاي فهمت قصدي بص هتلاقي كده البادلة بقت سايحة اكتر وانت تزبطها على حسب انت عايز تزبطها ازاي ده كده بالنسبة يا سيدي لامج توامج الموضوع سهل لخالص ومفوش اي تعجيطات هتاخد اي فيديو الفيديو هتزبط معك مفوش اي مشكلة ولا في اي حوار جميل امج وامج مفوش موضوع والسهولة كمان في الموضوع كده لو انا مسلا اخترت صورة تانية تعال نختار صورة تانية بدل الصورة بتاعي الكريمة العزيز اخترت هنا توم هانكس مسلا وامتجاي دايس انا عايز اواريك بس الموضوع هو سريع دخل على طول هو اعمل اجنور وهو قريدي معاد داتة دي فدخل على طول على الجزء بتاع لايف بورتريد بروسس هو مش محتاج يعود يعيد ويزيد كتير فاهم اصلي فبرضو انا يعني عشان الموضوع زي ما بقولك لايف انا مش اصرع اي حاجة عشان تشوف السرعة الحقيقية بتاعت البرنامج البرنامج سريع جدا مش زي البرامج التانية وزي ما انت شايف ام جاي واخد الديتيلز على طول وحاططها على الصورة من غير اي مشاكل خالص من غير ما يعمل كروب من غير ما يعمل اي حاجة خلاص كده احنا كده خلصنا من image to image ندخل على اللي بعده ندخل على ده يا سيدي ريل تايم ده بيعمل ايه دلوقتي انا بفترض انا عندي في الشاشة التانية علشان انت مش هتبقوا شايفين اللي بيحصل دلوقتي او تسدق تسدق انت ممكن تشوف اللي بيحصل بس انا ايه اه او هم جاي داخل عندنا هنا في داو اللوت وهم جاي جايبها في الشاشة التانية عندي علشان يبقى فاتحكم في ايه ليك هنا اوكي وهم جاي هنا داخل على الفيديوهات اللي انا بعملها بص يا سيدي انا علشان كل حاجة انا مش اغير فيها حاجة هو هو نفس الحوار احطت صورة زي ما انا حطيت صورة كده وهم جاي دايس على الكيو لو تفتكر من الفيديو اللي كان بيخلينا نعمل حاجة بالل سي ام هندخل على ندوس على السهم اللي تحت دوت وهندوس على كلمة كده هيعضي رندر بسرعة جدا وهم جاي دايس على انفينت كيو لو انا دست دلوقتي بص البريفيو اللي هيجيلنا في البريفيو ايميج بص ده دلوقتي اللي بيحصل في الشاشة التانية وده هو دلوقتي عمال بيجدد الفريمات اللي موجودة الناحياتي فانا اول لما ههم جاي يعمل ايه مسلا مشغل الفيديو ده اهلا بكم يا شباب اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير النهاردة بنتكلم عن برنامج جديد وهو لايف بورتري تقدر تدينه اي فيديو انت تصورته وتديه لأي صورة يعني تخلي الفيديو ده على فهمت هو دلوقتي شغال لايف اي حاجة انا بتتغير اي حاجة انا بشغلها هنا عشان كده لما انا بخرج المتاع بص بتلاقي الصورة بقى اي حاجة انا بدخلها هنا هو بيقدر يعمل لها فولو ممكن احط الويب كام بتاعتي هنا وفعلا يبدأ يلايف بس انا ببقى شايف ان الفيب بتاعها ضعيف يعني الفيب بتاعها مش قوي ممكن مسلا انا خليه 512 في 512 تعال نجرب كده كده 512 ده كده الجزء اللي هو شايفه فاحنا بينهم جايين عاملين ري سايز تعال نرجع الفيديو تاني عاملين ري سايز للفيديو على حجم ال 512 في ال 512 بتاعتي كده هو 512 بينهم جايين حاطين الفيديو بتاعنا جميل هو كده واخد الملامح بص هتلاقيه بقى اسرع سيكا لو انا دوست بلاي وياخد كل الري اكشن والملامح والصوت منها ويحاولها زي ما انت شايف كده عشان ما طولش عليكم يلاو بناني بدأ برنامج فهمت الفكرة طي كل ما انت امتجاي زابط الموضوع ومخليه ان هو بقى اسهل تعال انا ننكنسل دوت عشان ما يعنجلناش الدنيا تمام دوت كده بياخد سكرين شير للشاشة اللي عندك لو انت عندك شاشة لو انت عندك شاشة تانية طبعا لو عندك الشاشة الاساسية هو الشاشة الاساسية لو انا عندك شاشة تانية فهو بياخد الشاشة التانية جميل جدا فبعد ما هو بيثبت الحوار دي عندك طبعا اكس وواي تقدر تحرك هنا زي ما انت عايز يعني انا مسلا لو حركت ده خمسمية ودوست كيو بص هتلاقيه حرك الشاشة بس طبعا علشان ما فيش تفاصيل موجودة فالشاشة تغيرتها يا بص همورة بصة انيوي زي ما انت شايف لو انا مسلا خليتها الفين سوري لو انا دوست هنا الفين ودوست كيو فهتلاقيين اقلني على الشاشة التانية الشاشة التانية بص لو انا هنا بقى موجود صامرة يعني انا انا حطيت صامرة هنا ودوست كيو بص هو ده اللي موجود هنا فهمت الفكرة فهو بيتحرك تقدر تحرك المكان بتاع الشاشة من هنا لو انت احنا دوسنا زيرو زي ما قلت هيرجعنا تاني للنقطة الاولانية وهو هاخد اللي موجود في الصورة دي جميل جدا كده 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 لايف بورتريت امام لو انت عليت في دوت اكتر من كده لو الجهاز عندك سريع يستاهل عندك مثلا مية تمانية وعشرين جيجا رام عندك حاجة قوية جدا ممكن تعالي ده شوية بس هو يعني زي ما انت شفت الوقتي لو احنا تعال اخر مثال عشان ما صدعكش جامد تعال نخليها امتين ستة وخمسين انا عنحاول نوصلها انها تبقى امتين ستة وخمسين اه شبه او بمعنى صح تبقى شوية وتعال نخلي ننزلها متين مثلا تمام وهنيجي نشغل الفيديو بتاعنا هنا ندوس وهنصغر الفيديو بتاعنا زي ما انتو شايفين كده على متين ستة وخمسين وهندوس نرجع تاني لو ندوس نشوف الصورة بتاعتنا فين الصورة بتاعتنا محتاجة تبقى في الجنب هنا تعال نخلي ده متين رخر وندوس كيو كده الصورة بتاعتنا عايز اتيجي كده شوية طبعا انت ممكن ما تعملش كده انت ممكن تم جاي عامل انستن زي ما قولنا قبل كده وتقوم انت جاي محرك الصورة كده الصورة تحركت تمام وتدوس اهلا بكم يا شباب اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ان نهاردة بنتكلم عن برنامج جديد اسرع شوية طبعا من الاول اسرع شوية من الاول ولكن زي ما انت شايف انت بقى ولعبك زي ما تلعب في الاوبشنات دي زي ما هيطلع لك ريزولت زي ما انت عايز تعال نعمل لها الديسيبل ونرجع تاني لاخر حاجة وهي تعتبر بقى اللي انا بصراحة بحبك عجبتني جدا واللي هي فيديو زي ما انت شايف هنا الفكرة كلها مديك بدل ما هو مديك مكان تحط في صورة مدلك مكانين مكان تحط في فيديو ليك يعني مكان تحط الفيديو اللي انت عايز تبدل فيه ومدال مكان اللي انت عايز تحط الفيديو الاساسي زي ما احنا عملنا قبل كده طيب في المكان اللي انت بتحط في الفيديو بتاعك انا حاطت مثلا الفيديو بتاعي من زمان كده من ايام ما كنت في الجامعة تمام وحاطت الفيديو اللي انا لسه مسورده الوقتي بعد ما انا خلصت الحواردة كله خدت ملف الأوديو بص عشان الحواردة مش موجود شايف فيه هنا ملفه أوديو اللي هو هتلاقي دي بس اللي موجودة خدها كوبي خدها كوبي زي كده وخد ملف الأوديو حطه هنا ومن الأوديو خده وحطه في الأوديو في الأوتبود غير كده مش هيبقى في صوت فانتركز في النقطة دي أوي فأنا عملت كده فاخدت ما هو الأوديو بقى الأوديو طالع من الفيديو ورايح للفيديو اللي هيخرج في الآخر بعد ما احنا بنخلص الفيديو زي ما انت شاير بقى خد الفيديو من هنا وخد الفيديو هنا وعمل لديني لبعض فهي ان انا ممكن اعمل برنامج كامل من غير ما يكون انا موجود او اخلي حد يصور مكاني انت فاهم الفكرة فده يعتبر واحد من اقوى الحاجات انك انت تعمل فيديو تو فيديو فاحنا كده عرفنا ان احنا نقدر نعمل فيديو تو فيديو نقدر نعمل image تو image ونقدر نعمل in real time انت وانت وخيالك هو الموضوع ملوش حدود الموضوع بيشتغل سي بيو الموضوع بيش محتكرت شاشة اخيرا يعني فده كده كل حاجة تخص live portrait معظم العددات اللي في النص دي عددات التويك بتاعها انا لما جيت اجربها لقيتها بوزت الفيديو اكتر ما هي بتزبطه لو انت عايز تقعد تجرب فيهم تلعب فيهم انت حر اللي انا جربته وطلع ان هو ليه اداء كانت فيه صورة عندي فيها مشاكل في البق هو هنا البق وطلع تمام امت انا جاي فاتح على live zero ديت وامت جاي مخلي بدل ما هي zero point zero three خلتها واحد ودست كيوت على وريكو ايه اللي حصل خلاص دي اخر خطوة هنا ركز على البق هنا معانا دلوقتي وبص لما هي تتعمل لها قضية البق هيبقى شكله عامل ازاي شايف واخد بالك من الفرق الاجزاء بتاعت البق اللي كانت فيها مشاكل بدأت تزبط شوية بان ان هو حط لسان واثنان موجودين جداد طبعا الفرق بش واضح وانا اصلا ما بشو يعني انا يعني زبطت معايا فمرة في صورة ما زبطتش انت ايه معاك ال اوبشن تقدر تفتحه وتفيله تقدر لو انت عملت هنا كده فلسة يعني مقفول كده true يعني مشا غير الرقم ده ما بيهمش في حاجة لو ده وقت معمول على فلسة جميل قوي بس كده يسي اتمنى انكم تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب علشان بيفيدني جدا جدا العدد بتاع السبسكرايبر بدأ يقل قبل كده يمكن علشان ما مقعدتش بطلب من الناس تعمل فاتمنى بجد انك انت تدعمني بسبسكرايب فعلى الجرس ولو عجبك الفيديو دوس لايك شكرا خاص لكل الناس اللي دعمونا على بتريون اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير اتمنى انكم اشتركوا في القناة